ولد هنا كبر داخل هذه الغرفة التي تآكلت جدرانها بفعل السنين اليوم عائلته تعاني ما عاناه عم محمد وضعية مزرية ففي هذا المكان الذي يقع بمزرعة شعبان حمدون بمغنية ينام الجميع وحال مطبخهم يلخص الواقع جميع الشعب البرد وقتره يتطيع الحجر الحجر يتطيع البرد ultim1 هم يعدون ويعدون وافا 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 ما زال الآن نرقض هنا مع ابا اممو ترقض مع ابا اممو والقتره والحجر يتطيع و البرد يدخل من كل جهة وفي الصيف هنا الفوعة لهويش ركتوا طوبات ركتوا شو هنا الحياة هذه هي شو كما ركتم تشوفوا حياة يعني ما قدش يعيش فيها البني آدم هذه هي العائلة تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتهم وإخراجهم من هذه الوضعية التي يعيشونها ما قد ديت الله ما قد ديت نعبر وهذه هي كما ركتم تشوفوا هذه هي دروك هنطلبوا مسيد رئيس الجمهورية وسعدت الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية يشوفوا في حالنا وخلاص عم محمد ستون سنة الميكانيكي البسيط بالمستشفى وقبل أشهر قليل على تقاعده حلمه سكن لائق يحمي عائلته